دعوتي هنسي بحضركم مع مجز الأهم وآخر الأنباء بصحب الزمنية نهل الحمال شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلوزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس تيار الحكمة الوطنية العراقية عمار الحكيم والوفد المرافق له وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق ومساندتها لكفة جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة والحرب في قطاع غزة حيث تم تناول الجهود المصرية المكثفة الوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع وشهد اللقاء تأكيد ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار مع التجديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة تشارك مصر اليوم في الرأي الاستشاري الذي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتقدم مصر مرافعة شفهية أمام المحكمة تؤكد خلالها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام لأكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقدمت مصر للمحكمة مذكرتين تؤكدان دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ووقف جميع صور الاحتلال والاستيطان والتمييز والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي أعربت مصر عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجددا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطع غزة يأتي ذلك على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقد للمرة الثالثة ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن إعاقة صدور قرار بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني معظمهم من الأطفال والنساء يعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدد من المنازل بقطع غزة وأفادت مصادر طبية باستشهاد العشرات معظمهم من الأطفال والنساء في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على رفح ودير البلح وخان يونس يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاث آخرين في معارك بقطع غزة قالت منظمة الصحة العالمية إنها أكملت مهمة إجلاء ثانية من مستشفى ناصر بقطع غزة وأوضحت المنظمة أنه تم نقل 32 مريضا في حالة حارقة من بينهم أطفال جرحة ومصابون بالشلل وعبرت المنظمة عن قلقها بشأن نحو 150 مريضا ومسعفا ما زالوا في الموقع وسط استمرار العدوان الإسرائيلي وذكرت المنظمة أن مستشفى ناصر في خان يونس وهو ثاني أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل الأسبوع الماضي بعد حصار دام أسبوعا تبعته مداهمة إسرائيلية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة بمدن جنين ونابلس وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين كما قامت قوات الاحتلال بعملية تدمير واسعة في البنية التحتية لشوارع جنين واعتقلت العشرات قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إنه إذا لم تنتهي الحرب لن تكون هناك عملية سياسية واتهم البرهان خلال زيارته لولاية القضارف قوات الدعم السريع بالتنصل من اتفاقات السلام ومهاجمة المدنيين وأكد رئيس مجلس السيادة أن المعركة الآن أخذت طابعا مختلفا عن العشرة أشهر الماضية أعلن المستشار تركي أل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية انضمام شركة دي ميديا العالمية إحدى شركات المتحدة إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق تايم بيج والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من الشهر الجاري ويهدف صندوق تايم بيج الاستثماري إلى رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي من خلال الاستثمار كمرحلة أولى في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية وستساهم الهيئة العامة للترفيه في الصندوق الاستثماري كراع رئيسي في حين تأتي وزارة الثقافة كراع مشارك إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي نتائج جهود اللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني بشأن التعليم وأكد حجازي أن التوصيات جاءت في ضوء برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصري والتشغيل وحماية الأمن وأيضا في ضوء أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التعليم المنصف والشامل مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تضمن توحيد سياسات التعليم وتحقيق الإتاحة والجودة والاستدامة والتعلم مدى الحياة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل